قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تمهد لمعركة حاسمة مع داعش في سرط بالتركيز على العمليات الاستخباراتية تلك القوات خاضت معارك دارية مع التنظيم في المدينة حيث كبدت الخصم عشرات القتلى وتكبدت خسائر في الارواح بين قتيل وجريح لكن القوات الليبية حققت تقدما في جميع المحاور مدعومة بنيران المدفعية والضربات من سلاح الجو بالمقابل يشن تنظيم داعش سلسلة هجمات مضادة بينها هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف تجمعات للقوات الحكومية عند الاطراف الغربية والجنوبية لسرط تتألف القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرط من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا أبرزها مصراط التي تضم المجموعات الاكثر تسليحا في البلاد اذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية في حين يضم داعش الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو خمسة الاف عنصر مقاتلين اجانب في سرط من شمال افريقيا والشرق الاوسط وقد قتل في العملية منذ بدئها 184 عنصرا من القوات الحكومية على الاقل واصيب اكثر من خمسمائة بجروح مقاتلو التنظيم يتحصلون في المنازل ويستخدمون القناصة والعبوات الناسفة ما يجعل مهمة قوات الحكومة الرامية الى اقتحام تلك المناطق من الصعوبة بمكان ويدفعها الى خوض حرب شوارع مع عناصر التنظيم رياض عشور العربية